السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يا شباب في الفيديو ده أكلمكم عن المفتاح السلاسي سكة واحدة إحنا قلنا مفتاح سلاسي لأن المفتاح ده علبة كده كأن فيها تلات مفاتيح مستقلين لقمة اتنين تلات يبقى عندك ده كأنه مفتاح رقم واحد مفتاح رقم اتنين مفتاح رقم تلات أو خلي ده واحد اتنين وده تلاتة عشان نمشي مع الرسمة دي طيب يبقى المفتاح ده اسمه مفتاح ايه يا شباب مفتاح سلاسي دايما بينشوف في الشغل بتاعنا يا إما مفتاح أحادي مفتاح سناقي مفتاح سلاسي أحادي يبقى فيه لقمة واحدة سناقي فيه لقمتين اللي اتنين دول مع بعض زي الفيديوهات اللي شفناها قبل كده سلاسي يبقى فيه تلاتة يبقى كأنهم تلات مفاتيح موجودين على نفس الفريم يبقى ده اسمه مفتاح سلاسي مفتاح سلاسي اللي احنا بنسميه 3GANG switch ده بيبقى مفتاح تضغط لتحت كده يعمل ON تضغط لفوق يعمل OFF مافيش حالة تالتة يبقى ده بيسموه ONE WAY يبقى هم 3GANG قد جانجاية الأولانية الجانجاية التانية الجانجاية التالتة يبقى أنت ده 3GANG اللي هي السكة الأولى السكة التانية السكة التالتة تلت تلت مفاتيح تمام؟ مفتاح سلاسي سكة واحدة اللي هي تكة ON و OFF طيب المفتاح السلاسي ده أنا أعمل إيه يا شباب باجي على مجموعة إنارة أو لمبة ممكن لمبة واحدة أو مجموعة من لمبات متصلة على التوازي لو لمبة واحد ودي لمبة اثنين ودي لمبة تلاتة قلنا قبل كده لما بنيجي نشتغل في الواقع باخد النيوترال قد نيوترال لللمبة الأولانية مش شرط رح أجيب سلكة تانية نيوترال لا باخد النيوترال ده هو أخد منه فرده رح نزل على اللمبة التانية واللمبة التالية أعمل نيوترال طيب هنا إيه اللي بيحصل إن أنا عندي سري جانج سويتش ده المفتاح أهو أنا كل اللي عملته خدت الفردة الحية أو اللايف أو اللاين هي رح تداخل بيها هنا تحت هنا يا شباب دول كلهم متصلين ببعض يعني الكهرباء وصلت للتلاتة يبقى خصائص هذا المفتاح إن النقطة واحد واثنين وتلاتة تحت متصلين ببعض يعني فيه كهرباء هنا لو المفتاح ده كده وروح تقافل يبقى اللمبة رقم تلاتة يلا تشتغل خلاص والبقين مطفيين ده مطفي وده مطفي طيب أنا رح تعد تانية وروح تقافل يبقى اللمبة رقم اثنين تشتغل رح تعد أولى وروح تقافل من هنا خلص الكهرباء يبقى دي تشتغل لو أنا ضغطت كله لتحت كل أن كل اللمبات دي واحد واثنين وتلاتة هتشتغل هو حاطط هنا كمام منيتشر سيركيت بريكر ده سيركيت بريكر بتاع اللوحة ومدخل ده طبعا مدخل اللاين والنيوترال على البريكر كمام بحيث لو أنا نزلت البريكر ده هيفصل اللاين والنيوترال اللي أنا بغزي منه يبقى أنا عندي هنا سيركيت بريكر منيتشر سيركيت بريكر تمام وهاخد منه هغزي المفتاح يبقى فيه فرق بين القواطع اللي هي السيركيت بريكر والسويتشز اللي هي المفاتيح الخاصة بالإنارة يبقى ده اسمه مفتاح سلاسي سكة واحدة وشوفنا في فيديوهات قبل كده مفتاح سنائي اللي هو زي ده سنائي تمام سكة واحدة برضه وشوفنا في فيديو قبل كده مفتاح أحادي سكة واحدة بحنا شوفنا مفتاح أحادي سكة واحدة مفتاح سكة واحدة ومفتاح سلاسي سكة واحدة مفتاح سلاسي سكة واحدة اللي احنا بنسميه في المخططات لازم انت كمهندس تبقى متخيل شكل المفتاح اللي انت بتتعامل معاه في الموقع وعارف المسمى اللي موجود على المخطط هشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالإنارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته